بحضور ورعاية سموشي خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اختتمت فعاليات النسخة الرابعة لأولمبيات البحرين للصغار والذي نظمته اللجنة الأولمبية البحرينية بتعاون مع وزارة التربية والتعليم على مدار ثلاثة أيام وبهذه المناسبة أعرب اسموشي خالد بن حمد عن سعادته الكبيرة بنجاح النسخة الرابعة من أولمبيات البحرين للصغار والذي شهد مشاركة ألف طفل يمثلون ستين حضانة وروضة بزيادة ملحوظة مقارنة بنسخة العام الماضي وهما يعكس التفاعل الإيجابي والتميز الذي أصبح يحظى به الحدث عاما بعد عام في ظل التنظيم الرائع والإقبال الكبير على المشاركة والتغطية الأعلامية الواسعة وأضاف سموه نفخر بأن تكون اللجنة الأولمبية البحرينية من أوائل الدول في المنطقة التي نظمت أولمبيات البحرين لصغار منذ عام 2018 وسبقنا العديد من الدول في هذا المشروع الرياضي والاجتماعي والثقافي والترفيهي الرائد والذي يهدف إلى تأسيس الأطفال وتطوير مهاراتهم وقدراتهم من الناحية البدنية والمعرفية لخلق جيل واعد وبناء منظومة رياضية ترتكز على قاعدة وطنية من المواهب الرياضية القادرة على تمثيل المنتخبات مستقبلا وإعلاء راية الوطن وتقدم سموه الشيخ خالد بن حمد بخالص الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم والروضات والحضانات والمدارس على مشاركتهم كما ثمن جهود اللجنة المنظمة والشركات الراعية ووجه سموه الشكر والتقدير لجميع الاتحادات الرياضية المشاركة متمنيا للجميع التوفيق والنجاح هذا وقد بدأ حفل الختام بعزف السلام الملكي تبعه جولة لسموه في مختلف الرياضات المشاركة في أولمبياد البحرين للصغار ثم قام سموه بتتويج بعض الروضات والحضانات المشاركة وتكريم الرعاة والداعمين ثم إطفاء شعلة الأولمبياد وأخيرا التقاط صور تذكارية ترجمة نانسي قنقر كل الشكر اسموه الشيخاء بن حمد لرعايته الكريمة الحمد لله توفقنا في هاي الفعالية فوق ألف مشارك من ما بين ستين روضة طبعا الهدف الأساسي من هاي الدورة نشجع أولياء الأمور يحطون عيالهم مثل عيالهم ومرسون الرياضة فكنا عندنا سبع رياضات هالسنة وكل سنة من غير رياضات طبعا احنا عندنا اثنين بروفسرز من جويني من جامعة لوفبورغ وجامعة برسلونة ويقولون أول مرة في حياتهم شوفوا فعالية بهالشكل شكرا جزيلا صاحب السمو الشيخ خالد بن حمد على تنظيم هذه الفعالية فعالية ممتعة وأطفالنا استمتعوا جدا فيها من ساعة 9 هني ومع ذلك ما نشعرنا بالملل ولا التعب ولا أي شي واحنا كفاية ان نشوف أحفاظنا مستنسين بنتي كانت واية سعيدة بهاي الأولمبياد يعني حسيت انه هي عطت الأطفال فرصة انهم يعبرون عن أنفسهم يعبرون عن طاقتهم وفرصة بعد انهم يستكشفون المواهب اللي موجودة يعني هاي أحس العمر المناسب عشار انه احنا شلون نستكشف هاي الطفل شنو عنده من مواهب شنو عنده من طاقة شنو قاعد يفرغ هاي الطاقة اللي موجودة عنده